اشتركوا في القناة وكما قلنا سابقا أن هذه الأسئلة خاصة بالمتيحان صور زائد أسئلة لكي تكون في المتيحان قبل ما نبدأ إلا كنتوا زوار جدد ما تنساوش دروس الشراك في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في دروس رخصة سياقة وما تنساوش دروس الشراك في القناة الثانية اللي غاد تكون تحت في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن على بركة الله السؤال رقم واحد من الواجب أن نركب هالطفل في المقاعد الخلفية نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج من الواجب أن نركب هالطفل في المقاعد الخلفية نعم ضروري باش يغير ضروري من الواجب علي باش دائما درس صيار نركبه في المقاعد الخلفية إذن هنا الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال جوج في طريق السيار ناشفة وبهات السرعة إلى الطريق نوقف سنحتاج تقريبا المسافة 144 متر الإجابة واحد 100 متر الإجابة جوج 94 متر الإجابة ثلاثة مسافة الوقوف كيف ما شرحناها سابقا أن السرعة اللي كان نمشي بيها كان حيدولها الصفر السرعة اللي كان نمشي بيها كان نقصولها آخر عدد ده بقى أنا غريب 120 نقصنا الصفر شحال بقعت بقى 12 مسافة الوقوف كنضربه العداد في نفسه إذن غريب 120 كنضربه 12 في 12 هي 144 إلا كنت غريب 100 كنضربه 10 في 10 هي 100 كنت غريب 90 كنضربه 90 في 90 هي 81 إذن مسافة الوقوف العداد في نفسه إذن هنا الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال ثلاثة من اللي تكون طريق فيها الماء المسافة اللي كنحتاجها باش نوقف غتكون أطول لإجابة واحد مشابهة لإجابة جوج أقصر لإجابة ثلاثة وهذا الصور والأسئلة هما نفسهم اللي غريب يجوكم في المتحان إذن هنا إلا كان طريق فيها الماء مسافة الوقوف كتكون أطول إذن الجواب صحيح هو رقم واحد وأثناء السياقة في هذه الحالة كنشعل ضوء التعقابل وضوء الضبابة ديال القدام ولا كان الضباب ولا التلج ولا عجاج كنشعل التعقابل وضوء الضبابة ديال القدام وضوء الضبابة ديال الخلف سؤال أربعة في طريق ناشفة وبهذه السرعة إلى الطريق نوقف غريب نحتاج تقريبا المسافة 81 متر لإجابة 1 100 متر لإجابة جوج 120 متر لإجابة 3 هنا في طريق ناشفة مسافة الوقوف ديالي غريب تكون هي 100 أنا غريب 100 كننقص الصفر كتبقى 10 كنضرب العداد في نفسه إذن غريب 100 كنضرب 10 10 في 10 هي 100 إذن الجواب الصحيح هو رقم جوج سؤال 5 بسرعة 80 كم في الساعة ستقطع صياتي خلال الفترة الزمنية لرد الفعل مسافة تقدر بحوالي 8 متر لإجابة 1 16 متر لإجابة جوج 24 متر لإجابة 3 80 متر لإجابة 4 هنا كننمشي بسرعة 80 شحال وقت رد الفعل ديالي غريب 80 مسافة وقت رد الفعل كنضرب العداد فاش في 3 إذن غريب 80 كننقصه في صفر كتبقى 8 8 في 3 هي 24 إذن قلنا مسافة الوقوف العداد في نفسه مسافة الأمان كنضرب العداد في 6 ومسافة وقت رد الفعل العداد في 3 إذن هنا الجواب الصحيح هو رقم 3 إذن 24 متر سؤال 6 كان سوق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة مسافة الأمان كافية نعم الإجابة 1 إلا الإجابة جوج في هذه الحالة كان سوق أنا بسرعة 50 وش مسافة الأمان كافية نعم علاش كان ضربه 5 فاش مسافة الأمان قلنا كان ضربه في 6 إذن غريب 50 كان نقص صفر كانت 5 5 كان ضربه في 3 هي 30 إذن هنا كائنة بيني وبينه 30 30 هنا غير بالعين المجردة ركينا 30 متر كينا أكثر من 30 متر إذن هنا مسافة الأمان كافية نعم الجواب صحيح هو رقم 1 وهذه البلاكة هذه تمنعنا من الوقوف والتوقوف أشن هو الوقوف هو نحط بلاسة ولا نهز بلاسة والتوقوف هو نخلي سيارتنا ونمشي السؤال سبعة في طريق ناشفة وبهات السرعة إلى الطريق نوقف سنحتاج تقريبا المسافة 36 متر لإجابة 1 26 متر لإجابة جوج 16 متر لإجابة 3 هنا سن 60 مسافة الوقوف نضرب 6 هي 36 إذن هنا المسافة التي سنحتاج لنوقف هي 36 متر إذن الجواب صحيح هو رقم 1 سؤال 8 في حالة حصول عطب مفاجئ الحصار الرئيسي نحول مبدل سرعة لنقطة عطالة الإجابة 1 نستعمل الحصار دي اليد الإجابة جوج ننقص من درجات سرعة تدريجيا الإجابة 3 في حالة حصول عطب مفاجئ الحصار الرئيسي الحصار الرئيسي هو الفران دي الرجل الفران دي الرجل إلا مشار الفران دي الرجل كيبقوا عندي جوج دي الفرانات أشنا هما هات جوج دي الفرانات هو الفران دي الليد اللي هو فران أمان وكيبقى وكيبقى الفران دي الموتور اللي هو الفيتاس إذن كنسعمل الحصار دي الليد نطلع فران نقش بنقش وكننقص من درجات سرعة تدريجيا كنقراط الفيتاس من الكبير حتى الصغير أما نحول مبدل السرعة لنقطة عطالة النقطة دي العطالة هي بامور نقطة عطالة هي نخوي الفيتاس ندير بامور مني كندير بامور كتخفاف السيارة السيارة كتزد في السرعة مني كندير بامور كيتفرق لي العجرة على المحرك يبقى غير رويت كيدوره بلا موتور إذن هنا الجواب صحيح هو جوج ثلاثة سؤال تسعود كم سوق بسرعة سبعين كيلومتر في ساعة خليت مسافة الأمان كافية نعم الإجابة واحد إلا الإجابة جوج فهد الحالة كنسوق بسرعة سبعين واش خليت مسافة الأمان كافية إلا غادي بسبعين كندرب سبعة فستة هي تنين وربعين واش كينا هنا بيني وبين و تنين وربعين مترو ما كينا باش كنحسبوها هد الخط البيض فيه عشرين مترو وبيل الخط الخط كينا عشرين مترو إذن هنا يلا مسافة الأمان كافية إلا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال عشرة بسرعة ستين كيلومتر في الساعة غنقطع خلال الفترة الزمنية لرد الفعل مسافة تقدر تقريبا بخمسة مترو الإجابة واحد عشرة مترو الإجابة جوج 18 مترو الإجابة 3 أنا غادي بسرعة السين شحال غا تقطع العربة ديالي خلال الفترة الزمنية الوقت رد الفعل غا تقطع 18 مترو علاش 18 مترو حينت أنا غادي بالسين السف 3 هي 18 إذن الجواب صحيح هو رقم 3 السؤال 11 كان سوق بسرعة 80 كمتر في الساعة مسافة الأمان كافية نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج في هذه الحالة كان سوق بسرعة 80 وش مسافة الأمان كافية إلا غادي بـ 80 كان ضربه 8 فاش في 6 هي 48 وش هنا كاينة بيني وبينو 48 مترو ما كيناش إذن مسافة الأمان غير كافية إذن الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال 12 سؤال 13 أثناء الحصار لإجابة جوج نستمر في الحصار لإجابة 1 نخفف من الضغط ثم نضغط مرة أخرى على الحصار لإجابة جوج هنا قال لك أثناء الحصار للسعجار أنا غادي ولسقت فرنسيك لسقت فرنسيك أش كي يقع العجرة الدياوري كي تبلوك وللتبلوك ورويد سيارتي كارزلق إذن باش نتفادى هاد الإنزلاق هذا واش نبقى مستمر في الحصار إلا خصني نحيد الريع للفران ونعود نفراني خصني نخفف من الضغط زماق نحيد الريع للفران ونعود لفراني مرة أخرى باش توقف ليا السيارة إذن الجواب الصحيح هو رقم جوج سؤال 14 إلى زرقات المؤخرة دير سيارتي بهذا الشكل نستعمل الحصار نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج ندور مقوة السيارة ببطئ الليمن الإجابة 3 الليسر الإجابة في هذا الحال السيارتي زرق فين زرق السيارة زرق على الليسر هاي السيارة زرق على الليسر إذن واش نستعمل الحصار إلا الفران مرقيسوش وكن ندور المقوة دير السيارة ببطئ فين الليسر دائما فلما زرق السيارة من الخلف كان تباع من القدام فلما زرق الروايد دير اللور كان تباع القدام دا بس سيارة زرق على الليسر من الخلف كان ندور المقوة الليسر بشوية كون كان تزرق على الليمن كان ندور المقوة الليمن باش نبقات في طريق إذن هنا الجواب صحيح هو جوج 4 سؤال 15 يمكن الأشياء المحمولة فوق سيارة تجاوز القدام دير السيارة وحده الإجابة 3 دائما إلا بيت نهز شي حاجة طويلة خاصني نخرجها غير من الخلف فقط كنخرجها من الخلف فقط في حدود شحال في حدود 3 مترو إذن هنا الجواب صحيح هو رقم جوج ولازم نعلموها بإشارة حمرة بالليل وبالنهار سؤال 16 أثناء السير العادي من الواجب عليها نوضع الرجل الليسر أو الرجل الليسرية كما هو مبين في الصورة رقم واحد لإجابة واحد الصورة رقم جوج لإجابة جوج دائما أثناء السير العادي مني نكون غادي في طريق الرجلية نحييض على اللوم برياج ما تبقش رجلية فوق اللوم برياج هذا الوضع هذا ماشي صحيح الوضع الصحيح هي رقم واحد إذن الرجلية كتحييض على اللوم برياج إذن الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال سبعتاش مسموح بالسير في هاد الوضعية غير في التجمع السكنية لإجابة واحد غير على مسافة قصيرة لإجابة جوج ما مسموح بالمرة لإجابة ثلاثة داب هاد الحمولة اللي هاز أنا في الخلف واش غتخليني نشوف في المراية إلا إذن هنا هاد الوضعية هذي غير مسموحة إذن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة سؤال تمنتاش في طريق ناشفة وبهات السرعة إلى الطريق نوقف غذي نحتاج تقريبا لمسافة تمانية متر لإجابة واحد تناشر متر لإجابة جوج ستاش للمتر لإجابة ثلاثة في هاد الحالة أنا غذيب أربعين مسافة الوقوف في العادات في نفسه إذن أربعين أربعة فربعة هي ستاش إذن الجواب صحيح هو رقم ثلاثة سؤال تسعتاش في طريق ناشفة وبهات السرعة إلى الطريق نوقف غذي نحتاج تقريبا لمسافة ستة وثلاثين متر لإجابة واحد أربعة وستين متر لإجابة جوج واحد وثمانين متر لإجابة ثلاثة في هاد الحالة كان مشي بسرعة شحال كان مشي بسرعة تمانين إذن مسافة لوقوف العادات في نفسه تمانين تمانية في تمانية هي شحال هي ربعة وستين هنا نوريكم الكونتور مزيان هنا هذي سرعة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين هذا لا تسعين هذا تمانين هذي تسعين هي هذي 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 همية همية وعشر همية وعشرين نفهم إذن هنا هذه رأيها سرعة تمانين إذن غريب تمانين كان ضربه تمانية في تمانية هي ربعة وستين إذن الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال عشرين كان سوق بسرعة تمانين كيلومتر في الساعة مسافة الأمان كافية نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج في هذه الحالة واش تمانين كان ضربه تمانية فستة هي تمانية وربعين هنا رأيها المسافة كافية باش كنحسبوها هاد الخط البيت في عشرين مترو الخوية في عشرة إذن أنا خاص نغير سمانية وربعين أنا رأيدي نجوش خطوط جاب وربعين وعشرة هي خمسين وكي نتم كتر من خمسين إذن المسافة كافية نعم الجواب صحيح ورقم واحد هنا وصلنا النهاية دير شرح الجزء الأول من سيسير 38 نطلقه إن شاء الله في الجزء الثاني اللي غتلقاه أسفل فيديو في صندوق الوصف وغير أطلع لكم هنا على الأعليمن دير الشاشة ما تنساوش درو جيم الفيديو درو بارتاج وتخلي تعليق ونتمنوا جميع التوفيق ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته